شفنا معك بيد التصوير ابنتك عم تكون مساعد مخرج ياسمين والبنت الصغيرة لاريسا رح تكون ممثلة هل هناك مشروع عائلة فنية سامير حسين يأخذ بيد ابنته لعالم الإخراج فينا نقول هلا شوفي ياسمين عم تدرس إخراج السنة تانية بالمحاد العالي للفنون السينمائية هاي من ناحية من ناحية تانية هي عملت دبلوم دبلوم بالفنون السينمائية بالعلوم السينمائية اللي العلاقة بالمؤسسة العامة للسينما هذا أنجزته وعملت مجموعة أفلام ودخلت تدرس مو تتعلم تدرس فن وعلم الإخراج بشكل أكاديمي هذا بالإضافة لأنه هي لما كان يجزوا عمرها 3-4 سنين بأمهات كانت ممثلة موجودة معي فهي عمليا هي محيطة بكل تفاصيل الشغل بقلب العمل والتحضيرات اللي بتصير عادة قبل العمل سواء بالبيت ولا بالشركات اللي بيشتغل معها فهي بمرحلة من المراحل كانت عمليا درس إعلام طالب هي سنة ثالثة فتتح المعهد العليفة للسينمائية قدمت ونجحت الحمد لله بالمقابلة نجحت يعني بجهودها لأنه هي عندها معرفة كتير كبيرة وعندها هذا الحلم وعندها هذا الطموح على الرغم من أنا بإلا أنه ظروف العمل ببلدنا هي للأسف غير مثالية مو بس غير مثالية هي بمعظمة الحقيقة فيها حالة من العصابية فيها حالة من المخرج هو يعني تقريبا مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة يلاحق كل التفاصيل بالأف وبالإن وبالتالي هذا كبنوتة أنه تفوت بهذا العالم ببلد لا نمتلك أي تقاليد حتى الآن بهذه الصناعة هي ما زالت لسه مجرد تجارب فردية هي مسألة صعبة للغاية وهي أصرّة وأنا تركتها بصراحة أنا نصحتها تركتها تفوت هذه التجربة مثل ما بيقولوا هذا الطريق اشتغلت معي كمان ما ننسى أنه مساعدة مخرج بعدة عمال هاي كمان قبل ما تفوت تعمل الدبلوم بالسينما وقبل ما تفوت على المحض العالي في نون السينماية تالي عندها خبرة وتجربة كتير مهمة غير الخبرة والتجربة هي كمان بتفكر بطريقة كتير حلو مو لأنه بنتي قرأت معظم الكتب اللي موجودة بمكتبتي العلاقة بالسينما وبالتلفزيون وأضف إلى ذلك رواية وقصة ومسرحية فهي إلى حد كبير معرفياً وأكاديمياً رح تكون كتير أرضيتها ممتازة جداً فيما يتعلق بلا ريسة طفلة لا ريسة هي مسألة معي كمان من لما كان عمرها سنتين باعتقد بسكتشاتي كفواصل عملتون أنا بالالفين وسبعة عشر هيك شي وألفين وسبعة عشر لا ألفين وسبعة عشر ورجعت عملت كمان فواصل لوزارة الإعلام بالالفين وتسعة عشر باعتقد كمان كانت موجودة في يون اشتغلت معي بالكندوش بجزئين الآن كان في دور طفلة صغيرة اللي هي لي ودور طويل ولا تتخيلي قديش كان متعب جداً 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 الآن سهل علي كتير مسألة التعامل معها باعتبارها هي بنتي باعتبار أنه عندها تجربة تعرف شو يعني ضوء وش يعني كاميرا تعرف شوي بطفولتها مجموعة من العناصر اللي لازم تكون هي على دراية فيهم فبظن أنه هي عاملة دور كتير خاص ومهم بتكون هي بنته لأصدقاء عبد المنام عماري وأم العرفة يعني يا رب وكمان في مجموعة هائلة من الفنانين اللي مهمين جداً بهذه التجربة مجموعة كتير مهمة من الفنيين الرائعين يعني فالعناصر النجاح يفترض الآن تكون متوفرة إن شاء الله إن شاء الله محسنة أنك متفائل إن شاء الله بهذه التجربة يا رب أنا دائماً متفائلين شكراً لكم شكراً لكم وشكراً لفوشيا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم